كلما اشتد الحصار ارتفعت حدة التصريحات الإيرانية وانطلقت مناوراتها العسكرية حاملة رسائل تهديد ووعيد خطوات الحصار الأمريكي تتسارع وبشدة والتهديدات لا تترجم على أرض الواقع إلى مضيق هرمز الاستراتيجي تتوجه أنظار الساسة الإيرانيين مهددين بإغلاقه بشكل كامل في حال منعت شاحناتهم النفطية من المرور عبره رئيس الأركان الإيراني محمد باقري يقول إن القوات المسلحة الإيرانية هي التي تتولى أمن المضيق وبإمكانها إغلاقه عند الضرورة ويضيف أن السفن والقطع البحرية الأمريكية مجبرة على التعامل مع الإيرانيين حين العبور من المضيق مثله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذر واشنطن من السعي إلى وقف الصادرات النفطية الإيرانية قائلا إنه في حال فعلت ذلك فعليها تحمل العواقب التهديدات الإيرانية بشأن إغلاق مضيق هرمز ليست جديدة بل تعود لأعوام سابقة حيث تلوح طهران بهذه الورقة مع كل موجة ضغوط عليها لكنها تدرك بالنهاية خطورة هذه الخطوة وعواقبها السياسية والعسكرية حيث يمثل المضيق أهم ممر للطاقة في العالم بمعدل 18 برميل نفط يوميا على الجانب الآخر لم تبدل ولاية المتحدة أي اهتمام للتهديدات الإيرانية وما زالت مصرة على أن يكون الثاني من أيار موعد تصفير صادرات النفط الإيراني بدوره المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي استبعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز معتبرا القيام بأي خطوة من هذا القبيل انتحارا سياسيا وعسكريا لإيران ومع اقتراب صافرة نهاية الاقتصاد الإيراني يسود الخوف والقلق في الأروقة الإيرانية وضمن هذا السياق ينفي وزير الخارجية جواد ظريف التهم الموجهة إلى بلاده في الضلوع بقتل ستمائة جندي أمريكي في العراق ويعتبرها اتهامات خطيرة الهدف منها جر بلاده إلى صراع مع أمريكا إن فسر هذا التصريح بشيء فلن يفسر بأوضح من انكسار رقبة الاستعلاء الإيرانية ومحاولة الظهور بمظهر الحمل الوديع أمام أمريكا ترجمة نانسي قنقر